على بعد كيلو مترات من النيجر التي اندلعت فيها أزمة سياسية ظهر صراع جديد يهدد مالي وربما يفجر منطقة سحر الأفريقي برمتها فما هو إذن هذا الصراع؟ منذ أيام أخلت بعثة الأمم المتحدة مينوسمة قاعدتها في شبالي مالي ومينوسمة هو اختصار لاسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدلة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والتي تكونت في الخامس والعشرين من أبريل عام 2013 بمجرد رحيل قوات بعثة الأمم المتحدة من القاعدة يوم الجمعة الماضية سيطرت سلطات مالي عليها دون اختار الحركات الأزودية فاندلعت المعارك بينهما ومن المقرر أن ترحل جميع القوات التابعة للأمم المتحدة بنهاية العام الجاري تعد مناطق أزواد شمالي مالي قنبلة موقوطة لأن بها حركات انفصالية مسلحة وبها تنشط أكبر جماعات متطرفة في العالم على رأسها تنظيم جماعة نصرة الإسلام التابع لتنظيم القاعدة والذي يسعى لسيطرة على المنطقة إضافة إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي مالي طلبت مغادرة القوات الفرنسية في العام 2021 ثم قوات الأمم المتحدة في يونيو الماضي وكان انتشار هذه القوات ضمن اتفاق بين مالي والحركات الأزودية الذي عقد في الجزائر عام 2015 وأرسى السلام بينهما بعد أن حاولت الحركات الأزودية لاستقلال عن مالي في العام 2012 ما اعتبره الأزواد إخلالا بالاتفاق لا تزال قوات مينوصمة في باقي قواعدها بمناطق الأزواد في الشمال ما يعني معارك حتمية إذا ما قررت السلطات في مالي التقدم وسيطرة على تلك القواعد في موعد مغادرة القوات نهاية العام الجاري ما يحدث في أزواد له مخاطر كبيرة على الجارة النيجر التي لم تتجاوز أزمتها السياسية حتى الآن وبالتزامن مع بدء توغل تنظيم القاعدة نحو أراضيها فمنطقة الساحل الأفريقي مهددة الآن بانتشار التنظيمات الإرهابية وانفجار الوضع برمته إذن فبعد أكثر من عقد على الأزمة في مالي وبداية تفاقم أزمة كبرى في الجارة النيجر تبدو منطقة الساحل الأفريقي على موعد مع كارثة وشيكة ربما تعصف بما تبقى في المنطقة من استقرار وتخرج عن السيطرة الكاملة شكرا لطيب المتابعة شكرا لطيب المتابعة